اشتركوا في القناة هذا وقد رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب فيما رأس الفريق الحكومي معالي الشيخ خلد بن عبدالله الخليفة نائب رئيسي مجلس الوزراء وأكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب أن ما تحقق من توافق مشترك على إضافة أولوية ومحور رئيسي ضمن برنامج الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين إلى جانب السعي المشترك للوصول لصياغات توافقية في العديد من المحاور يؤكد حرص مجلس النواب والحكومة الموقرة على السعي المتواصل في خدمة المواطنين وتلبية الاحتياجات وتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية المنشودة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما جاء من مضامينا رفيعة في الخطاب السامي موشيداً معاليه بجهود سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز التعاون المشترك والعمل والإنجاز لصالح الوطني والمواطنين وفق منهجية وطنية جامعة وممارسات ديمقراطية ورؤية حضارية تواكب التحديات والتطورات وتدعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي والجهود الحثيثة في تطوير العمل الحكومي ومعرباً معاليه عن بالغ التقدير للفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للتجاوب والمرونة والتوافق حول دراسة برنامج الحكومة استجابة لما أكدته مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس ووضح معاليه أن اللجنة النيابية طلبت مزيداً من الوقت لتقوم بدراسة ردود الحكومة على مرئياتها وتساؤلاتها التي تتضمن ملاحظات ومقترحات السادة النواب وحتى يتم الوصول إلى التوافقات المأمولة والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر وتنسيق بناء يصب في صالح الوطن والمواطن ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ولفت معاليه أن مصلحة المواطن تأتي دوماً في المقام الأول وإليه توجه كافة الجهود عند تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية والمبادرات باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية مؤكداً حرص الحكومة التام على تعزيز مسارات التنسيق المشترك مع السلطة التشريعية للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام وعرب معاليه عن الشكر لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة على ما يبدلوه من جهود تأصب في تحقيق التطلعات المشتركة وتأصب في دعم المساعي المستمرة لدعم مختلف أوجه التنمية وتحقيق مصلحة المواطنين ترجمة نانسي قنقر